اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفصل منظمة صحة العالمية اخترت مصر من ضمن أول ست دول هيتم دعمهم بالتكنولوجيا لازمة لإنتاج وتصنيع اللقاحات عن القارة الأفريقية خاصة أن مصر عندها البنية التحتية القوية في المجال الصحي وتكنولوجيا التصنيع احنا معنا دلوقتي دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات علم الأوباء عشان يكلمنا عن أهمية ده وما هي التقنية والتكنولوجيا الحديثة اللي هيتم استخدامها في مصر لتصنيع اللقاحات سبع الخير عليك دكتور سبع الخير أستاذ شازلي سبع الخير أستاذ جمعنا سبع الخير دكتور أهلا بك معناقي أن منظمة صحة العالمية تختار مصر لتصنيع اللقاحات بهذه التكنولوجيا الحديثة خلينا نحكي سريعا كده يعني أصلا نقل تكنولوجيا لمصر أختيرة ضمن ست دول في أفريقيا لنقل تكنولوجيا الصيدلانية من بلد المنشأ للبلاد الستة في أفريقيا طبعا هي نقل التكنولوجيا الصيدلانية ونحن نطلق عليها على طول كده التكنولوجيا ترانسفير هي معناها أن أنا عايز يعني أنتج منتج زي ما بينتج في المصنع الأمة بالظام فإزاي أعمل كده محتاج أن أنا أنقل التكنولوجيا بتاعت التصنيع من حيث الموارد يعني عندي موارد بشرية ناس مدربة بيعرفوا أنهم يشتغلوا على التكنولوجيا دي ده أول حاجة عندي موارد مالية طبعا عندي موارد تكنولوجية أن أنا أعرف أصنع بالتكنولوجيا اللي موجودة سواء كان IT أو خلافه وعندي آليات تصنيع يبقى عندي آليات تصنيع عرف أن أنا أطورها وهيئها يبقى زي المصنع الأم وفي الآخر أطلع المنتج النهائي ده بالظبط زي ما بيطلع في المصنع الأم ده العملية وعندنا في حقيقة الدولة المصرية إدارة قائمة بذاتها في الموضوع ده مصر عندها نقل التكنولوجيا الطبية قديم إحنا عندنا الموضوع ده بيحصل كتير من عشرات السنين وبيحصل برضو مع فايزر اللي هي الشركة اللي بتنتج حالياً لهم مع رقل الفاكسين اللي إحنا هنبتدي إن إحنا نصنعه فبالتالي إحنا عندنا كل اللي إحنا كلمنا فيه ده عندنا الموارد البشرية المدربة عندنا أكبر مصانع في أفريقيا إحنا أكبر دولة منتجة للدواء في أفريقيا وأكبر دولة مصدرة للدواء في أفريقيا عندنا الأليات للمصانع نحن ننتج من أول الأدوية البسيطة لغاية الأدوية البيولوجية لأعقد أنواع الأدوية فبالتالي مصر مهيئة أنها تعرف تنقل التكنولوجيا وتصنع بسهولة نحن كنا من أوائل الدول اللي قدمت الفايل هو الهب بتاع التكنولوجيا ترانسفير عملته منظمة سنة العالمية السنة الفاتت ومصر قدمت الفايل الفكرة أن الفايل بتاعنا كان كامل يعني ما عندناش أي صغرة في أي مشكلة أن نحن نعرف نصنعها طبعاً وشركة فايزر كمان موجودة في مصر يعني ليها مقر في مصر وليها مصنع في مصر كمان فبالتالي الكل اللي احنا قلناه ده يترطب عليه أن احنا لنا الأدوية في التصنيع ده مفروض أن التكنولوجيا ترانسفير بياخد تقريباً وقت بحدود ما بين سنتين لثلاث سنين طبعاً احنا مش هينفع نستنى سنتين لثلاث سنين اتعودنا كل حاجة في كوفيد تحصل بسرعة نحن نحصل بسرعة وشوفنا في سينوفاك احنا عملنا نقل التكنولوجيا صحيح نص تصنيع بس عملنا التكنولوجيا في ستة شهور ده غالباً برضو اللي هيحصل مع فايزر وفاكسين ان احنا هنبتدي ننقل التكنولوجيا من المصنع الأم للمصانع هنا في مصر في خلال برضو ستة شهور بحيثنا على آخر السنة دي تقريباً يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من التصنيع المحلي ونبتدي من بعدها نوفر اللقاحات لأفريقيا هو الهدف من اختيار ستة دول واختيار مصر احنا عندنا القدرة احنا ننتج ما يكفي مصر احنا مية مليون واكتر دلوقتي ونكفي ان احنا فهنبقى مركز يعني بالضبط هيبقى مركز لان احنا عندنا مليار ومتين مليون مواطن في أفريقيا تقريباً معظم البلاد الأفريقية تلاتة في المية بس اللي اخدوا اللقاح ده للأسف يعني فان شاء الله الفترة القادمة دي هتبقى فيها يعني تحديات كبيرة في موضوع التصنيع لأفريقيا ان شاء الله نعرف نحلها كمصر نعلينا الرياضة الحمد لله في ملف الدواء هنقدر نستمر في الرياضة والحاجة المهمة ان احنا نقدر نقلل شوية من وضوع التحور بتاع الفيروس صحيح لانه حسب كمان الدراسات والأبحاث وحسب طبيعة الفيروس هو كل ما كان فيه عدد اكبر من سكان عالم تلقى التلقيح احنا بنحاول نتجنب فكرة المتحورات دايما المتغيرة زي ما شفنا مؤخرا ومايكرين خرج من أفريقيا على سبيل المثال طيب عشان الناس تبقى فاهمة اكتر يا دكتر احنا بنسمع انه مصر هتبقى ضمن ست دول هتصنع لقاحات تعمل بميكانزم أو بسيستم أو بطريقة ام ار ان اي فهي الناس ممكن بتكونش فاهمة اوي ده ايه فلو حدرك تفاهم لنا تفاهم سادة مشاهدين وتفاهمنا بشكل مبسط يعني ايه وهل ده هيفيد فقط في نطاق فيروس كورونا ولا ممكن نستخدمه في نطاق او ساعتاني يعني دي نقطة كويسة جدا يعني خلاني قلنا احنا اصلا عشان اعمل لقاح انا بعمل لقاح ازاي انا بجيب اي زدي لجهاز المناعة في الجسم صورة للفيروس عشان بعد كده لو جيه الفيروس ازاي بجازة من ايه مستعد ان هو ايه يطلع ويتغلب عليه بسرعة من جير ما يحصل المرض فانا دايما بقول ان اللقاح بيتاخذ عشان المرض مش عشان الفيروس احنا عندنا الفيروس اسمه سارس كوفي 2 من عائلة كورونا بيعمل مرض اسم كوفيد 19 عشان ناس فاللقاح بيتامل للمرض فمعنا كده ان الفيروس خشش دي مش مشكلة اللقاح طب اللقاح ده بيتعمل ازاي يهم اجيب بقى صورة الفيروس زي عن طريق ان انا اجيب الفيروس وموته دي طريقة متعرف عليها او او ان انا اجي اخلي واهن بس اتنويتد اخلي واهن ضعيف او ان انا اخليه غير مفاعل او معطل او ان انا اقول ايه طب ما انا هاخد الشكل بتاع الفيروس واشيل من جوا كل حاجة مضرة واركبه على فيروس تاني مش مضر زي الفكتر ده اللي هو استرازينيكا وسبوتنك وجونسو او افكاروا بقى فكرة جديدة دي ممكن اناس حصلت قبل كده كان بس فيها ابحاث ااخد المادة الجينية فقط من جوا الفيروس وحقنها جوا الجسم لما حين اجوا الجسم انا محقنتش فيروس فمفيش اي ضرر من وجود اي فيروس المادة الجينية هتخش تعمل شكل الفيروس على اي خلية في الجسم فالجهاز المناعة ياخد الشكل ده يسجله وهو اصلا مفيش فيروس فدي احدث تكنولوجي في اللقاحات الدي الهي MRNA هي دي الـ MRNA فبالتالي الـ MRNA هي تكنولوجي ما تعملتش غير في جائحة كورونا تكنولوجي جديدة قائم عليها مجموعة كبيرة من مش اللقاحات بس الادوية كمان يعني لو عندي التكنولوجي دي اقدر بعد كده ابقى موهل ان انا اعرف انتج يعني ما لقاحات جديدة او تكنولوجي لأدوية خصوصا في العلاجات البيولوجية والاورام وهكذا بطريقة يعني زي منقول ايه جاهزة ان انا اعرف امامك او اكارن ما بين المادة اللي بتنتج في اوروبا وامريكا ان انا انتجها في مصر طب اللقاحات الـ mRNA الفعلية بتاعتها مساع ملا زي احنا نحنا دايما منقول كل لقاح عنده نسبة فعلية معينة الـ mRNA مع اوميكرون هو كان عليهم صراحة يعني احنا بمكانا صحيح الفعلية قليلة بس يعني نفكر ناس تاني ان الفعلية تلات حاجات فعلية من الاعراض الخفيفة فعلية من الاعراض للدخل المستشفى لقدر الله الفعلية من الاعراض اللي تأدي للوفاة الفعلية الاعراض اللي تأدي للوفاة لكل اللقاحات تقريباً الحمد لله زي بعض كويسة جداً حتى ضد أوميكرون طبعاً اللي دخل مستشفى اللي واخد أي لقاح فرصته أن يخشه مستشفى أقل بـ 65% عظيم فهي قلت شوية عندلتها بس كويسة الفعالية ضد الأعراض الخفيفة هي اللي قلت فاحنا عندنا الإمارة النية في حدود 30% مش مهم طبعا مش مهم عشان كده احنا كلنا جنها أوميكرون واخد اللقاح مش واخد اللقاح تقريباً الناس كلها جنها أوميكرون بس تقريباً يعني الغالبية العظمى عد كأنه دور بردع دي آه بالضبط هو خمسة أيام عشان كده حتى مدة العزل قلت شوية بعد خمسة أيام هو في حدود 3-4 أيام العراض بتيجي وبتخلص ومشكلة أوميكرون مش في 3-4 أيام قد ما في اللون كوفيد يعني بوست يعني كوفيد هو اللي كان في أوميكرون مشكلة أكتر من الكوفيد نفسه فبالتالي الإمارة نية كان برضو بيدي 30% وده كان عليهم تالي فمحدش كان عنده التكنولوجي دي غير المصانع الأم الموجودة في أوروبا وأمريكا فبالتالي كان دايماً في نقص في التوريد لو نتذكر كان دايماً في مشكلة عند كوفاكس اللي هي المبادرة الدولية لتوزير عدد اللقاحات من منظم سهر العالمية إن هي مش عارفة تورد اللقاحات لأن مثلاً أمريكا قالت أنا هحتفظ بـ 2 مليار جرعة كمان أوروبا قالت أنا هحتفظ بكل اللقاحات طبعاً يعني كان فيه سجارات كتير جداً دايرة في الموضوع ده بالضبط فإحنا يعني دلوقتي مش هيبقى عندنا المشكلة دي ولو نتذكر إحنا كنا تقابلنا من 3 شهور واتكلمنا إن منظمة الصحة الأجدى بيها دلوقتي بدل ما تعد تسعى عشان تاخد شوات لقاحات وتبتل تصدرها تساعد دول أفروكيا وأمريكا الجنوبية أنها تصنع صحيح فده اللي حالياً ابتدوا يعملوه وأنا شايف إنه هو ده التوجه الصح إن إن العالم هيفضل على طول بيخزن لقاحات لأنه هيولي نفسه على إنه هو يصدر لقاحات الدول المنتجة تقول لأ أنا هخلي هذه اللقاحات لنفسه طب هنعمل إيه فكان الأفضل إنه يتم تصنيع هذه اللقاحات في الدول طيب هذه التقنية الحديثة الـ M-R-N-E هل ممكن تصنع كافة أنواع لقاحات؟ نعم هو نقدر نشتغل عليها إن إحنا نصنع لقاحات جديدة بس مثلا إحنا اللقاحات مديها لأطفالنا خلص هي دي تتعامل بتكنولوجيا معينة ومتجربة والفعالية بتاعتها موجودة فخلص غالباً مش يحصل فيها تغيير يعني ينفع نشتغل عليها في اللقاحات جديدة يعني مثلا هو بيشتغلوا حالياً في الدراسات للإيبولا مثلاً نصنع بالـ M-R-N-E عندنا مشاكل كبيرة في أفريقيا من الفيروسات والأوبئة عموماً واللقاحات بتاعتها مش جيدة فلو كان البداية بتاعت من نظام الصلاة العالمية وهي ونظام الصلاة العالمية عموماً كان بتشتغل في اللقاحات لأفريقيا والمشاكل بتاعتها من زمان يعني فلو قدرنا نطور اللقاحات لأفريقيا احنا نقدر مش بس نقل الكوفيد-19 ندمج دي البلان البلان ان احنا نقدر نوصل بأفريقيا يبقى نسب العدوى والمرض والمالاريا والإيبولا زيها زي القرارات التانية ده مفيد مش بس الدولة واحدة في أفريقيا ده مفيد لنا ككل احنا في أفريقيا حالياً وملف الرياضة الأفريقية دلوقتي على قائمة أولويات الحكومة وسيادة الرئيس احنا محتاجين يبقى عندنا هيئات أفريقية ابتدينا بهيئة الأفريقية للدوى مثلاً اللي هي تبقى تماثل الهيئة الأوروبية للدوى ده لو تم هنبقى قادرين ان احنا ناخد قرار موحد للقارة ده معناه ان احنا نقدر نستورد مرة واحدة كميات والموافقات بتحصل مرة واحدة الاستراد والتصدير ما بين الدول باسم القارة كل لابدان ما كل دول هتعملها أقام ومع اننا أكبر مصدر للدوى ده هيعود علينا طبعاً بالنفع في التصدير فبالتالي كله بيترتب على كل كل ما عندك تنولوجي أعلى كل ما تصنع أحسن كل ما تصدر كل ما اقتصادياً تتحسن طبعاً أكيد طيب دكتور احنا للأسف عندنا عودة الخواجة بمعنى دايماً الدوى المستورد ممكن يكون دوى مصري دوى المستورد أي حاجة لأنا عايز المستورد مع انه بيكون نفس كل حاجة ولكن ممكن يكون طبعاً عشان ما فيش استراد وتصدير فبيكون سعر أقل شوية ممكن يكون في شوية اختلاف في الباكينج في شكل علبة من بره فسؤال حضرتك هل في اختلاف في الجودة مبين نفس الدوى بس المستورد والمصنع في مصر وينطبق طبعاً نفس الكلام على اللقاح أنا هجابك إجابة كدة في عشرة ثوانية بعد كده أشرحها الدوى بيطلع عليه اسم الشركة المنتجة مش اسم الدولة اللي بتنتجه فبالتالي لو الدوى طلع فيه مشكلة البورصة هتوقع الأسفم بتاعت الشركة المنتجة ده منطقة بساطة عظيم ففيش شركة هتبقى عايزة ان يطلع عندها منتج في أي بلد في العالم يعمل مشكلة فبالتالي يأثر على أسهمها في البورصة لكن اتكلمت الطريقة التجارية يعني هيكون فيه إشراف من الشركات دي في المصار يعني نتكلم بقرية علمية اللي بيحصل في نهل التكنولوجيا هو علم زي ما كنا بنقول قائم بذاته إن الشركة الأم هي اللي بيبع عليها المسئولية مع الحكومة اللي بتصنع ان هم يطلعوا يعملوا حاجتين نفس المادة الخام نفس المنتج النهائي اللي في النص لو مش صح هيطلع منتج النهائي صح نحن عندنا اعتقد أنه آه بيقى فيه المادة الخام أو كما يطلق عليها يعني فرماسيوريكلي الاكتف كونستيتيتونت الابي آي دي بيتقال إنه لا بيبقى مقللنها أو مش بنفس الجودة ده مبداني هو إحنا في اللقاحات الموضوع مختلف لأننا ما عندناش النفس الموجود في الدواء بس حتى لو في الدواء وقفنا للتكنولوجيا تبتدي ترائب تعمل أودت وبتحط نفس الستاندرد أوبريتين بريسيدورز أو آليات التصنيع اللي موجودة بره لازم تطبك بحزافر وغالبا نفس الشهادات الدولية وهنا واخد آيزو لازم هنا ياخد آيزو وهكذا كيف تفضل ماشي عليها وتفضل تعمل أودت مراقبة لغاية البروستس ما تخلص بعد كده إحنا عندنا حاجتين هنا عندنا هيئة الدواء المصرية نفسها هي اللي بتبقى مشرفة على الكفاءة والفعالية والنجاعة هيها ثلاث حاجات النجاعة اللي هو إزاي الدواء بيشتغل قبل ما ينزل بعد كده الفعالية ان هو اشتغل فعلا ما ينزل بعد كده الكفاءة ان هو اشتغل بموارد صح فالثلاث حاجات دول بيتأكدوا منها فاية الدواء عشان ياخدوا الرخص بعد كده العلبة بتنزل موجود عليها بالزبط نفس اللوجو اللي بره نفس الشركة المصنعة فبيبقوا حارسين جدا ان انت لازم تبقى مطلع منتج نهائي هو حاجة تانية بقى احنا حالين بننتج بهدفين اكتفاء ذاتي محلي وتصدير عشان ناخد رخصة التصدير يبقى لازم موافقات لو انا مثلا هصدر لأوروبا مثلا هيئة الأوروبية لو هصدر دولة لأفريقيا هيبقى الهيئة الأفريقية حالين اللي بيحصل في الهيئة الأفريقية للدواء هو نفس المواصفات التصدير اللي موجودة في الهيئة الأوروبية من كانوا ان مصر هيئة الدول مصرية اكوهيئة موجودة في أفريقيا تالت حاجة رخصة التصدير تالت حاجات دول بيضمنوني ان المنتج اللي هيطلع ده هو بزيززبط نفس المنتج لو كانت صنع في المصنع عبارة طيب احنا مش عارفين الايام اللي جاية فيها ايه فمش عارفين اللقاحات اللي موجودة تحتاج تعديلات ولا لأ تخني دي ممكن تساهل علينا عملية تعديلات على اللقاحات اه الاماران ايه يتعدل اللقاح نفسه او شكله في مئة يوم فبالتالي هي برضه هي اسرع تكنولوجيا في التغيير لان انا كل اللي بعمله ان انا هغير شكل المادة الجينية اللي انا محتاجة اتغيره وساعتها طريق تصنيع التانية قليل بديد المشكلة بتاعتها لو حصل كده بإذن الله ما يحصلش يعني ان انا برمي اللي الصنع مش عبقى ليه لازم بس احنا لغاية دلوقتي شايفين يعني اللي اماران ايه لسه فعال لوميكرون واحنا احتمالت العلان لتحور جديد يعني قريبت العلان لتحور جديد بس غالب بس بنسبة كيف START بس كلمة ؟ احتمال قبل النص السنة متخلص غيراً كان في بعض الانباء عن اسماء متحورات جديدة ولسه مفيش شيء مؤكد او من程 ا الموج passt whoa كنا شغالين الاول كل اللجنة ده تقريباً يسموه باي اي دوتو وده الليneo ما يسيرقل يعني ده أكتر حاجة ده بقي موجودة فإحنا البيئي بوينتو ده ده مش متحور جديد لكن غالباً هيبقى فيه تحور تاني وده مش هتبقى حاجة وحشة يعني غالباً التحور اللي جاي لو حصل هيبه ده تحور برضو للأضعف وأكتر انتشاراً فبالتالي ده في مصلحتنا كلنا إحنا كنا نتكلمنا أول وميكرون ممكن ما يبقاش خبر وحش ممكن يبقى خبر كويس فاكرة أنا الكلمة دي كويس يعني احنا بناميل دلوقتي لأن اللي جاي كله أضعف؟ إن شاء الله بإذن الله ووضح إن برضو يعني فيروس كورونا ابتدى يبقى ليه باترن إحنا كنا عملين نقوله إحنا مش فهمين له حاجة لي نمط معي ابتدى يبقى لي نمط في فكرة أنه فعلاً بيتحور أضعف أكثر انتشاراً أضعف باينتو برضو أكثر انتشاراً من باينتوان فإن شاء الله خير ما يبقاش فيه مفاجئات إحنا السنة دي بإذن الله أأمل يعني إن إحنا ننهي تصنيف كوفيد نانتين كجائح ذا اللي أنا نفس إن شاء الله يحصل السنة دي ويصنف كمرض عادي بدل ما هو كان جائح نتمنى ذلك إن شاء الله طيب أخيراً دكتور إسلام تقييمك للوضع الوبائي في مصر بشكل خاص وأيضاً في العالم لأن إحنا خلاص شايفين في دول كتير بتتجه لأنها تلغي الإجراءات الاحترازية وشايفين خلاص سياسة فتحة عالمية تلغي العزل كمان لمرضة كورونا شوفنا بريطانيا بالظبط يعني إحنا يعني لو كلمنا على الوضع الوبائي حالياً إحنا لسه في الزروة للموجة بتاعت أميكرون إحنا عندنا الإصابات أعلى في أعلى معدلاتها حصلت قبل كده في مصر بس الحمد لله الإصابات أخاف الشراسة بتاعت أميكرون أقل للنص بس عشان انتشاره عالي لسه عندنا ناس في المستشفى على فكر يعني عايزين بس نقول للناس لسه في ناس مصابة داخلت المستشفى لسه في عندنا وفيات شراستوا أقل ده مش معناه على كل الناس معناه كنسبة وتناسب نسبة الناس بتخش المستشفى أقل نسبة الوفيات أقل لو أنا قلت إن كان من كل مليون في دلتا هيخش 2% في المستشفى دلوقتي من كل 3 مليون هيخش 1% فطبعاً لسه برضو الأرقام أعلى لأن العدد الكلي عالي احنا بإذن الله على الشهر القادم في مارس هنبقى قصرنا الزروة بتاعة أوميكرون وقصرنا الموجة وبإذن الله بتفتي الأرقام تنخافض تدريجياً احتمال يبقى فيه موجة أخيرة اللي يبقى فيه أصاباتها عالية بعديها بشهرين تقريباً بعد كده أتمنى لو ما فيش حاجة حصل جديدة تحور غريب حصل مشكلة في اللقاحات أي حاجة بإذن الله تبقى دين موجة الأخيرة اللي نحس بيها بطريقة ملحوظة محتاجين نحافظ على الإجراءات الاحترازية طبعاً محتاجين حالياً احنا في الظروة محتاجين لسه نرجع نلبس المسكات محتاجين اللي مخدش الفكسين ياخد الفكسين اللي مخدش الجرعة التنشطية وفات عليه 6 شهور ياخد الجرعة التنشطية ده مهم جداً لأن من غير اللقاح احنا عندنا للأسف فرصة عالية وتكون مستشفى خصوصاً للناس اللي أكتر من 65 سنة عندهم أمراض مزمنة أو جوادر ضبري طيب لو جاله كورونا بقى الفترة دي لو حد جاله كورونا الفترة دي قبل الجرعة التعزيزية مثلاً يستنى قديه شهر يعني بعد دعاية شهر هو ده أكتر لوجستي يعني من حيث السلامة لو حد خدها أقل من شهر بس هو شهر لأنه مش محتاج لمدة شهر تقريباً أنه يأخذ اللقاح غالباً يبقى فيه مضادات أجسام النسبتها مش عالي قوي بس غالباً هتبقى موجودة طبعاً نحن نشكر حدرك جزيز شكر دكتور إسلام عنان يعني أنت ضيف عزيز عنينا دائماً في صباح الخير يواصل منورنا دائماً في صباح الخير يواصل شكراً لك شكراً لك